يا صباح الخير عبد الله وعبير صباح الخير على السادة المشاهدين الكرام نفس ما ذكرت عبد الله نحن متواجدين اليوم في مبنى الاتحاد التابع لشبكة أبوظبي للإعلام بمناسبة احتفال اليوم المرأة اللي يخلد في تاريخ ذاكرة الوطن هذا التاريخ اللي دائما في كل سنة نحتفل بعطاءات وإنجازات المرأة عشان ما أطول على ضيفنا الكريم رح أخذ بعض من التفاصيل والمعلومات مع السادة عبد الرحيم النعيمي أول شيء صبح عليك بالخير وحب أعرف شو الأشياء المقدمة للمرأة الإماراتية وتحديدا المرأة العاملة في شبكة أبوظبي للإعلام صباح الخير طبعا أنا سعيد بوجودي معاكم في يوم جميل لمناسبة أجمل هو يوم المرأة الإماراتية شبكة أبوظبي للإعلام اليوم تحرص كل عام المشاركة في هذه الفعالية المهمة يوم المرأة الإماراتية يوم جميل بالنسبة لشبكة أبوظبي للإعلام اليوم نحتفي بأداء المرأة الإماراتية في مختلف قطاعات الإعلام في شبكة أبوظبي للإعلام تواجدها حاضر بقوة مساهمة بشكل كبير ركيزة أساسية في صناعة المحتوى الإعلامي وركيزة أساسية في إدارة المؤسسات الإعلامية اليوم مساهمة معنا في الإدارة التنفيذية مساهمة معنا في صناعة المحتوى في الأمور التقنية التكنولوجية المرأة دائما في أبوظبي للإعلام تحظى بدور كبير واهتمام بالغ الدقة أيضا من خلال تواجدها في مختلف القطاعات في أبوظبي للإعلام أستاذ حب أعرف شوي عن التحضيرات والتجهيزات الخاصة بالفعالية التي ستقام هنا في مبنى الاتحاد لشبكة أبوظبي للإعلام شوفي الأمانة نحن نفعل مفاجئة كبيرة لأخواتنا وزميلاتنا الإماراتيات العاملات في شبكة أبوظبي للإعلام نسوي لهم طبعا احتفال كبير ما في أجمل مننا نحتفل اليوم بالمرأة الإماراتية في الإعلام في عقر دار الإعلام خلني أقولك وسوينا مناسبة كبيرة للمرأة اللي فعلا تستحق منها كل شكر وتقدير وثناء اليوم المرأة الإماراتية الإعلامية مساهمة بشكل كبير جنبا إلى جنب مع الرجل إنجازات الإعلام ما كانت لها أن تتحقق دون أن يكون للمرأة الإماراتية دور كبير وساهم وفعال أيضا في تحقيق هذا النجاح الإعلامي اليوم المرأة الإماراتية الإعلامية تحصلها في كل ميدان وتفوقت إلى حد ما على الرجل وهذه طبعا شهادة اعتزاز وافتخار بالنسبة لنا اليوم أن الزوجة والأخت والمرأة والأم اليوم منجزة في الإعلام ومنجزة في المجتمع الإماراتي على مختلف القطاعات إذن المرأة الإماراتية ركيزة أساسية في مرحلة النهضة والتمكين وأيضا في مرحلة الوصول إلى أبعد مدى اليوم المرأة الإماراتية واصل للفضاء ما في أفضل من هذا الإنجاز اللي اليوم نحن يستحق أن نحتفل فيه وشبكة أبوظبي الإعلام حرصت على هذا التواجد وحرصت على هذا الاحتفال وإن شاءنا اليوم بيكون الاحتفال مميز لأمرأة مميزة المرأة الإماراتية والله أستاذ وأنت تتكلم قاعد أشوف أن عيونك تلمع في شيء أنا بعد حابة أضيف عليه أن أنت سبب اليوم نحن وصلنا لهذه الأماكن يعني حتى الرجل مساهم في نجاح المرأة في النهاية أستاذ أحب أعرف رسالة منك أو كلمة شيء تطلع من خاطرك لكل المرأة الإماراتية سواء كانت في البيت وعاملة في القطاعات الحكومية أو الخاصة أبغي أعرف شو الرسالة الموجهة من قبل حضرتك بالنسبة لي المرأة الإماراتية محل ثقة والمرأة الإماراتية قادرة تنجز في كل قطاع والمرأة الإماراتية ما في عليها أي شيء صعب والحمد لله قدرت تتمكن وقدرت توجد نفسها واليوم قلت المرأة الإماراتية ترى منافس قوي مش للرجل في المجتمع الإماراتي للرجل على مختلف القطاعات وعلى مختلف دول العالم والمنطقة أيضا أتمنى لها التوفيج ودائما نحن داعمين للمرأة لأن نحن ثقتنا كبيرة للمرأة الإماراتية هي يقال أن هي نصف المجتمع أنا أقولها هي أساس المجتمع بشكل عام تمنى للتوفيق إن شاء الله وإن شاء الله يكون دائما يد بيد مع إنجازات المرأة الإماراتية إن شاء الله شكرا لك أستاذ على هالكلام على وقتك وعلى الكلمات والعبارات المحفزة لنا وإن شاء الله ما نخيب هذه الثقة سواء كنا موظفين في شبكة بضبي الإعلام أو خارج نطاق الإعلام شكرا لك على وقتك شكرا لك مشاهدين اليوم نحن نحتفل بالمرأة الإماراتية في تاريخ 28 غصص من كل سنة نفس ما ذكرت في بداية ونفس ما ذكر أستاذنا الكريم أنه احتفالا لهذه الإنجازات احتفالا لهذه العطاءات يعني إذا بنتكلم عن الداعمين للمرأة الإماراتية فمن مؤسسين دولة الإمارات هناك دعم كبير من قبل حكام وقادة دولة الإمارات المغفور للشيخ زايد بن سلطان أنهيان كان جزء أساسي في فتح مجالات عديدة لتمكين المرأة لجعل اليوم المرأة من الأرض إلى السماء بالإضافة إلى شيخة فاطمة بنت مبارك أم الإمارات أيضا هي جزء أساسي في دعم وتمكين المرأة اليوم بنتكلم أيضا عن شعار المرأة ومشاركة للغد وهذا الشعار يأتي مقتبس من شعار الاستدامة اللي أطلق صاحب سمو الشيخ محمد بن زايد أنهيان رئيس الدولة هذه الجهود المبدولة من حكام وقادة دولة الإمارات احتفالا وفخر اليوم بالمرأة الإماراتية ونفس ما ذكرت أننا نحن متواجدين في مبنى الاتحاد الخاص بشبكة أبوظبي للإعلام هناك تحضيرات كبيرة لاستقبال المرأة العاملة في شبكة أبوظبي للإعلام ورح تبدأ الاحتفالية في تمام الساعة الحادي عشر يعني ما بقى الشيء تقريبا نص ساعة وتبدأ الاحتفالية بفعاليات مختلفة من أنشطة من جوائز من أمور عديدة هذا كله تكريما من شبكة أبوظبي للإعلام لجميع النساء العاملات في شبكة أبوظبي للإعلام